السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الأول السنوي نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا سر التفاو حلقة النهاردة حلقة مميزة حلقة ليها طابع خاص جدا لأنها بتعتبر الحلقة الأولى في حلقات المراجعة بالنسبة لنا النهاردة إن شاء الله يبتدأ من النهاردة معنا حلقة مراجعة استعداد الامتحان مبادئ التفكير الفلسفي مبادئ التفكير العلمي إن شاء الله اللي هيكون لقائنا معاه يوم السبت القادم السبت القادم هتتقابله مع امتحان الترم صحيح أنا عارف إنكم تمررته بتجربة قبل كده تجربة أو تدريب بشكل امتحان نوفمبر قبل كده سابق لنا لكن كان غرض فيه في المقام الأول إنك تتعرف على فكرة إنك إزاي تستخدم التاب إزاي تفتح الامتحان كل ده كان الغرض في المقام الأول لكن ما ننكرش إن امتحان نوفمبر كان له أهمية وطابعة خاصة مهمة جدا لإنك بتتعرف من خلاله على شكل السؤال بشكل يعني متخص أو داخل فلسفة إنت ببساطة في امتحان نوفمبر شفت سؤال مبادئ التفكير الفلسفي بييجي إزاي طبعا خلال الترم من أول حلقة بدأنا فيها إحنا كنا بدأنا في شرح أجزاء المنهج وكنا بنركز دايما أنا فكر طلبنا لإن إحنا بقنا فترة ملتقناش كنا بنركز دايما إنه كل فكرة كل جزء في منهجنا لابد نتأكد من إن إحنا قمنا بالمهام المطلوبة مهمتنا نفهم نطبق نتخذ موقف نقديا أو بمعنى أصح نأيد أو نعارض وإحنا مقتنعين وإحنا معنا دليل وشفنا كام حلقة في الآخر آخر حلقاتنا كنا في آخر لقاءاتنا كنا بناخد حلقات مراجعة كنا بنحاول فيها بقدر الإمكان نقف معاك ونكون بدالك وإحنا بنحل أو بمعنى أصح ندربك خطوة بخطوة على إزاي تتعامل مع السؤال وفقا للنظام الجديد وأظن إحنا في عدد حوالي أربع حلقات أو خمس حلقات شفنا إزاي نتعامل مع السؤال وشفنا إزاي وقلنا وقتها خلي بالك إن السؤال وفقا للنظام الجديد حتلاقي حضرتك موجود مكاومة من ثلاث أجزاء الجزء الأول هو المسير هو الموقف أو بمعنى أصح يعني العبارة اللي المفروض حضرتك تركز في قرائتها كلمة كلمة العبارة دي ممكن تكون مقولة الفيلسوف ممكن يكون موقف من الحياة اللي أنت بتشوفه في حياتك وممكن يكون مثال عادي وممكن يكون عبارة عن نقد رفض قبول لفكرة أنت خدتها في كتاب المدرسة فشفنا ده الجزء الأول ده عبارة عن المسير أو الموقف اللي أنت المفروض تشغل دماغك فيه اثنين رأس السؤال دايما الرأس السؤال مهم جدا بالنسبة ليك طالب ليه لأنه ببساطة حياخد عقلي ويوجهني بالزبط للمكان اللي المفروض فيه أطابق ما بين المسير ده وما بين الفكرة اللي في الكتاب أنا رايح فيه خصائص التفكير الإنساني مهارات التفكير الفلسفي مثلا يعني لازم السؤال ياخدني ياخد عقلي ويقولي بالزبط فين الموضع اللي المفروض أدهور وفتش فيه على الإجابة الصحيحة الجزء الثالث معايا في السؤال هما الأربع بدائل الأربع بدائل اللي فيهم بديل واحد صحيح اللي المفروض إن المسير اللي فوق العبارة اللي فوق المقولة اللي فوق أو قد يكون بتشع أو حتى مثلا شعب وده قليل أو لما هنقابله أو ساعات يكون موقف حياتي بيعبر عن البديل ده يعني لازم يكون فيه توافق ده أو تطابق يعني ما بين البديل الصحيح اللي انت هتختاره وما بين رأس السؤال طب ليه نتعب نفسنا طب يلا بينا نشوف سؤال سؤال ونتقابل بشكل عملي ونشوف بس خلي بالك إقاعنا النهاردة شوية حيبقى سريع شوية معلش لأن احنا عايزين نعدي على أكبر قدر ممكن من الأسئلة نخلي حضرتك تشوفها معانا ونبدأ نحل مع بعض يلا بينا نشوف أول سؤال وخلي بالك الأسئلة النهاردة مع دور نوفمبر نشوف مع بعض بيقول لي كن متميزا فالعالم لم يعد في حاجة لمزيد من النسخ خليك متميز ده النص ده المصير اهو خلي بالك منه كن متميزا فالعالم لم يعد في حاجة لمزيد من النسخ العبارة توضح أهمية التفكير في أنه يحقق استنى بقى شفت رأس السؤال عمل إيه خد عقل حضرتك خد ذهنك وبيقول لك أنت بتتكلم في أهمية التفكير بالنسبة للإنسان يعني مش راح لأي حتة تاني في الملهج أنا هتكلم في الحتة دي في الجزء ده بس في أهمية التفكير بالنسبة للإنسان يا ترى العبارة دي تتوافق أو بتدعو أو توضح أهمية التفكير في أنه بيحقق إيه هل التفكير العبارة دي تعكس أن التفكير يحقق ليه أنا كإنسان منفع ما ليه الفرد ولا قدرة على التحليل والنقد ولا منفع عامة لكل الأفراد ولا صحة نفسية طبعا حد يقول لك مش صحة نفسية لأنه ما فيش تكيف مع متغيرات ما فيش منفع عامة لأنه بيدرميش على آليات وإسلوب اتخاذ القرار والحكم وحي المشكلات طب هل قدرة على التحليل والنقد أنا مش شايف إيجابيات وسلبيات في الموقف لكن أنا بقول الإجابة الصحيحة هي المنفع العملية للفرد لأن البساطة في المنفع العملية للفرد أنت حضرتك هتخش مجال التنافس مجال النجاح عايز تبقى شخص متميز عن الآخرين هتنافس الآخرين التفكير هيساعدك على ده عشان تحقق ذاتك بسرعة بسرعة شوفنا وقفنا إزاي عايز أقول لطلابنا النهاردة حاجة مهمة كل ما كان المنهج حاضر في ذهنك كل ما كنت هتقدر تختار بشكل أفضل يعني مش عايز أقول حفظ لكن لابد إن المادة العلمية تكون حاضرة في ذهن حضرتك لأن ده هيساعدك على الاختيار بسرعة وهيساعدك على الاختيار بشكل دقيق وهيساعدك على الاختيار بشكل صحيح طيب نشوف سؤال تاني وفكرة تانية وزي ما بنقول كل مرة كل سؤال بفكرة جديدة بعبارة جديدة طيب نشوف يعد التلقاح الاصطناعي أحد مجالات الإنجاب وساهم في حل العديد من المشكلات يشير ذلك إلى الأسلوب الإيه التلقاح الاصطناعي ده مجال جديد ظهر بس استخدم كأسلوب من أسليب التفكير اللي بستخدمها الإنسان في حياتنا ويساهم في حل كتير مشكلات يا طرح يا طرح هل ده يشير إلى الأسلوب العلمي ولا الديني ولا الخرافي ولا الفلسفي أنا على طول ببساطة جدا شايف حد مش أسلوب ديني لإني ما استدلتش بيه على قدرة الله مش أسلوب خرافي لإني ما رجعتش المشكلة لأسباب سازجة وأسباب غير حققية مش أسلوب فلسفي لإنه لم يعكس فكرة التأمل في مشكلة في الكون في الحياة في الإنسان في وجود الإنسان هو صح صح هو الأسلوب العلمي الإجابة الصحيحة الأسلوب العلمي لإنه أسلوب من التفكير منظم باستخدمه في حل مشكلاتي وخلي بالك بقى أنا عايز أقولك على حاجة خطيرة جدا الأسلوب العلمي ده يقدر الإنسان العادي يستخدمه ويقدر العلماء يستخدمه والأطباء والمهندسين أي إنسان في الدنيا إذا تدرب على الأسلوب العلمي قادر على استخدامه في حياته اليومية حتى في مشكلاته الحياتية نشوف سؤال تاني وفكرة تانية مختلفة تعالوا نشوف فكرة باحث ماجستير أو دكتورابي يناقش رسالته فقادر يقنع محاوريه الي بيحوروه أو يناقشوه بمعلوماته ومعارف العامة عنده معلوماته عنده معارفه عنده معرفة ملم بالموضوع وقادر يقنع الي بيحوروه بالمعلومات دي وبالمعارف اللي عنده وبصحتها طب هل الشخص ده يوصف بأنه مخطط لمستقبله ولا باحث عن العلال البعيدة ولا منظم الفكر ولا متذكر للماضي خلي بالك خلي بالك أنا فهمت كده على طول مجرد ما قرأت البدائل الأربعة أنا فهمت هو بيسألني فيين هو بيسألني في الحالات والمواقف التي تسير النشاط العقلي للإنسان إحنا عندنا في شوية مواقف كده وحالات تسير العقل الإنساني تستفزه يعني بالعامية كده أنت في بعض المواقف حتستفز زهنك فتدفعك إلى التفكير وإحنا قلنا ده ده تعريف التفكير بشكل عام شيء مصير موقف عبارة مشكلة حاجات كتير جدا طب الشخص ده الباحث ده هل قدر أليه مخطط لمستقبله لأ طبعا هل هو يبحث عن العلال البعيدة بحواره مع الآخرين لأ طبعا طب هل هو متذكر لخبرة ماضية لأ طبعا على طول أنا قلت أنه منظم الفكر لأنه يمتلك المعرفة يمتلك المعلومة من خلال الحوار قادر يقنع المحاولين بمعلوماته شخص منظم التفكير يعرض معلوماته ما في ناس كتير جدا عندها معلومات لكنه مش منظم التفكير مش قادر يقنعك بيها مش قادر يوصلك أنك تصدق لكن ده شخص منظم التفكير سؤال تاني وفكرة تانية مختلفة ونشوف بعض إحنا بنتكلم معهم استطاع علماء فرنسيين أنا عايز أقول أن دي أغلب الأسئلة دي بتاعت دور نوفمبر إحنا ما تعرضناش لها قبل كده فعشان كده دي جديدة النهاردة وبنحلها مع بعض استطاع علماء فرنسيين صنع جلد بشري من خلايا جزعية فيما يعد ذلك صبق في علاج الحروق يعبر ذلك عن أسلوب التفكير استنى بقى إيه ده أنا لمحت كده كلمة في الوسط هو طعم يتكلمني في أسالي من التفكير الأسلوب الناقد تفكير الناقد ولا الأسلوب الديني ولا الأسلوب الإبداعي ولا الأسلوب الفلسفي بس طالب زاكي كده على طول قال لي أنا خدت بالي من كلمة مهمة جدا قلت لفين قال لي بصي كده في نهاية الجملة استطاع علماء فرنسيين صنع جلد بشري من خلايا جزعية فيما يعد ذلك صبق أيوة هي الكلمة دي قال لي صبق دي يعني شئ جديد شئ إبداعي شئ ابتكاري ابتقروا يبقى على طول هنا أقول ده أسلوب إبداعي صح لأن هنا الفكرة دي العبارة دي الأسلوب ده صنع جلد من خلايا لا ده ده موضوع تاني خالص ده وصبقي كمان لا ده بقى تفكير إبداعي على طول طلاب حاضر زهنها مركزة فهم الفرق بين الأسلوب الخرافي والأسلوب الديني الأسلوب العلمي والأسلوب الفلسفي والأسلوب الإبداعي فبساطة مش محتاج يقلب في الكتاب مش محتاج يقعد يضيع وقته المادة العلمية حضرة في زهنه فهمها مستوعبها طبق ده تطبيق على فكرة أنا كده كأنه بقول لحضرتك بص الموقف ده العلماء هنا استخدموا الأسلوب الإبداعي استخدموه بدل ما بنكلمك في كلام نظري إحنا دايما الاتهام الأول للفلسفة إنها كلام نظري في نظري لا أنا بقول لك مثاله مثال بيقول إزاي إن إحنا الأسلوب اللي موجودة في كتابنا بتستخدم بشكل عملي وتؤدي النتائج وتؤدي لفايدة البشرية والإنسان طيب نشوف سؤال تاني وفكرة مختلفة بص بقول لك من الأقوال المأثورة تأخير الإجابة تهزيب لا تعزيب تأخر إجابتك على السؤال ده تهزيب لا تعزيب يعني كأنه ببساطة عايز يقول لك إنك لما تأخر الإجابة قبل ما تقولها وتعديها على عقلك نسقتها رتبتها قدمت الدليل عليها عرفتها تقولها إزاي طيب هل الكلام ده معناها ببساطة جدا يعبر مقولة السابقة بسيما خلي بالك عن نقص المعلومات التأني في إصدار الحكم عدم الدقة التصرع في إصدار الحكم على طول أنا عرفت هو بسأني في عوامل الوقوع في خطأ التفكير يبقى المقولة السابقة وكأنها تعالج خطأ من أخطاء التفكير بتعالج خطأ بتعالج بأني خطأ التصرع ها التصرع هو في إصدار الحكم تأخير الإجابة تهزيب لا تعزيب عديها على عقلك مررها على ذهنك اوزنها اختر ألفظها يبقى إذن العبارة هنا تدعونا إلى خلي بالك بقى البديل هو عملك إزاي أو بس تعبر المقولة السابقة هو ما جابش بقى بتعالج إيه قال لي تعبر المقولة السابقة عن التأني في إصدار الحكم أنت تأني في إصدار حكمك تأني شوية خد نفسك ما تصدرش الأحكام إلا ما تعديها على عقلك الأول ووزنها بميزان العقل شوف هي صحيحة ولا لأ شوف عليها دليل ولا لأ يبقى العبارة هنا تدعو إلى التأني في إصدار الحكم شوف سؤال تاني وفكرة مختلفة وفكرة جديدة وتعالوا نشوف برضو عامل من عوامل الوقوع في خطأ التفكير بيقول ليه عامل من وقوع خطأ في التفكير طبعا إحنا عندنا أجزاء كتير جدا في المنهج بتاعنا هنتكلم عنه النهاردة هنعدي على كل الأجزاء المنهج مش هنسيب جزء مش هنعدي عليه إن شاء الله يعني باختصار من حلقتنا إلى لما نكون في الأول انتهينا من دور نوفمبر ثم بعد كده نبدأ ناخد معانا إن شاء الله أسئلة يمكن نتعرضنا لها في حلقات سابقة بحيث إن إحنا نبقى باستمرار حاضر معانا طلابنا يعني نشوف معاهم طيب نشوف سؤالنا كده كان بيقول ببساطة نشوفنا سؤال ده الباحث يقنع محاوريه نشوف السؤال اللي بعده وقلنا فيه الجلد البشري نشوف سؤال تاني من الجديد وفكرة مختلفة تصديق الأخطاء خلي بالك هو برضو لسه واخدك في حتة عوامل الوقوع في خطأ التفكير لأنها مهمة جدا وخلي بالك ونشوف برضو مثال عليها من الوقت بقولك إيه تصديق الأخطاء كونها تأتي من أشخاص لهم مكانتهم في المجتمع خلي بالك بقى ده رأس السؤال ده 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 المسير خلي بالك رأس السؤال يا قلني فيه تجسد المقولة السابقة أحد عوامل الوقوع في خطأ التفكير وهو يا ترى العبارة دي كوني أني أصدق عبارة أو خبر لأنه جالي من شخص زو يعني مكانة لو مكانت في المجتمع سواء كبير السن أو أيا كان تصديقها كده من غير دليل ده يعبر عن أنهي خطأ من أخطاء التفكير تعالوا نشوفها وحطت لبدائل إيه بقول لي هل يعبر عن صعوبة المشكلة هل يعبر عن نقص في المعلومات هل يعبر عن التصرع في إصدار الحق ولا يعبر عن الهيمنة والسيطرة طبعا أنا مش شايف في العبارة صعوبة مشكلة معلومات تفوق قدراتي لا هل نقص المعلومات أنا ما عنديش معلومات وما عنديش خبرة بالموضوع برضو أنا مش شايفها طب هل هنا فيه تصرع في إصدار الحق لا أنا ما تصرعتش مقدمات غير كافية فإصدارت الحق لا لكن أنا شايف العبارة هنا فيها هيمنة وسيطرة خضوعي لهيمنة وسيطرة شخصي تاني عشان كده الإجابة الصحيحة المطلوبة هنا هي الهيمنة والسيطرة نشوف سؤال تاني وفكرة تانية والمراضي برضو نرجع لفكرة العوامل التي تصير أو الحالات التي تصير النشاط العقل الإنساني وتعالوا نشوف المراضي جابها ازاي موقف مختلف احنا عندنا خمس حالات تصير النشاط اربع حالات تصير النشاط العقل الانساني نشوف المرضي راح لانهي حالة من الحالات الاربعة بقول حينما عرض التلفزيون الاحتفال بنصر اكتوبر المجيد وقف الاب يسترجع اقتحام الجنود لخط برليف ودخول سيناء لحظة مهيبة في حياته مر بيها الاب وشفى فقعد يسترجع ده طيب وشير الموقف السابق الى نوع من النشاط العقلي وهو خلي بالك النشاط العقلي هنا يستفز العقل الانساني نشوف مع بعضه وبتكلم عنه هل يقصد التخطيط للمستقبل هل ده تذكر للماضي هل ده تنظيم الفكر ولا ده حل المشكلة يواجهها اولا انا مش شايف مشكلة يتطلب حلها ولا شايف تنظيم للفكر مش بعض افكار متسلسلة مترتبة على بعضها ومش شايف ده تخطيط المستقبل انا بخطط المستقبل المهني او الدراسي داخل قسم ايه ادب او علمي كلية ايه ومال ده ايه قال اللي ببساطة ده تذكر للماضي الاب استعرض ذكرياته مواقفه اللي شهدها بنفسه خلال اقتحام خط برليف وتحرير ارض سيناء ده موقف مهم جدا شفت شفت احنا عايزين بس نقولك حاجة لتاني مرة بقولها في الحلقة النهاردة الفلسفة ممكن جدا تكون سند لك في الحياة الواقعية اذا استوعبت جدا افكارها واستوعبت مبادئها واستوعبت كل ما يعني كل الاسس والمبادئ اللي بتدعو لك انك تتبسك بيها وخاصة فكرة النقد اعمال العقل انك تشغل عقلك في كل ما تسمعه طيب نشوف فكرة كتير جديدة وموقف جديد يقول نابليونب نفرت بس اسمع نابليونب نفرت حيقول ايه معاني قلب رجل الدولة يجب ان يكون في رأسه طبعا نابليونب نفرت معروف جدا كشخصية تاريخية لها وزنها في تاريخ فرنسا وتاريخ العالم وفي تاريخ مصر كمان فاسمع منه نصيحة اقرب الى نصائح الفلسفة دعوة هي اقرب لدعوات الحكماء مش دعوة محارب خلي بالك نابليونب نفرت اه كان رجل دولة لكنه كان محارب لكن بص شوف دعوته هنا تقترب جدا من حكمة الفلسفة شوفوا ليه بقولك قلب رجل الدولة رجل الدولة قلبه يجب ان يكون في رأسه طيب تدعو المقولة السابقة تعال بقى نشوف السؤال هيا خدنا فيه تدعو المقولة السابقة لا تجنب خلي بالك بقى تجنب ايه وكأن العبارة دي بتقولك ايه اللي تحت لازم تبعد عنه ايه البديل اللي تحت لازم تتجنبه تتحاشى ما تقعش فيه انت صرع في الحب نقص المعلومات الهيمنة والسلطة تغليب العاطفة على العقل على طول حد يقولك انا في الامتهى بساطة سهلة تغليب العاطفة على العقل استني بس بس في الكتاب بيقول يعني انا مش فهمه بيقولك خلي بالك هو بيقولك تجنب يعني كأن العبارة بتقولك استبعد ايه بيقولك خلي قلبك في عقلك في راسك يبقى كأنه بيقول لي ما تخليش العاطفة تسيطر على العقل وكأن العاطفة هنا لا تسيطر على العقل دعوة نابلون ايه وع العاطفة تسيطر على العقل هتوقع في الخطأ طبعا نصيحة زي ما قلنا اقرب لدعوة الفلاسفة لكنها تصدر برضو من محارب نشوف فكرة جديدة وسؤال جديد وسؤال مختلف ونشوف مع بعض ايه اللي حنسبنا نعرف تفكير لا يكف صاحبه عن الدهشة وإثارة التساؤلات حول كل ما يراه خلي بالك هو حسمها لك لما قالك تفكير هو كان انه بيكلمني على نمط واسلوب من اساليب التفكير حتى جيت احتفر السؤال اللي مكتوب بالازرق ده شو بقولك ايه يجسد ذلك اسلوب التفكير اسلوب التفكير ايه هل التجريبي الفلسفي الديني الابداعي وبعد انت كده بتوقعتين في حيرة العبارة كمان محتاجة شوية تفكير اسلوب من التفكير صاحبه مش هيبطل الدهشة والدهشة دايما تثير التساؤل حول كل شيء يراه طبعا انا عايز اقول لحضرارك على حاجة خلي بالك كده بقى اجزاء المنهج بتخدم بعضها اجزاء المنهج بتخدم بعضها اه طبعا انت لو مذاكر المنهج كويس صحيح هو بيسألك في الاساليب صح لكن لو رحت للموضوع التالت اول صفحة هتفتح كده على ايدك اليمين هتلاقي خصائص التفكير الفلسفي فيها الدهشة واثارة التساؤل وكأن خاصية بتميز التفكير الفلسفي ايه هي ان انا بمر بدهشة وبعدها يتولد السؤال في الزهن انت معايا شفت فعلى طول اه فهم يعني هنا بقى ربط اجزاء المنهج بعدها طالب اللي حاضر زهنه هيعمل ده ده اول خاصية من خصائص التفكير الفلسفي الدهشة واثارة التساؤل الدهشة تولد في الزهن تساؤل وطول الوقت هذا الشخص دايما يتأمل في كل يعني يبص في كل اللي حواليه فيندهش فيصي التساؤل فياصل لاجابة فدي بقى موقفه في الحياة طيب يبقى الاجابة هنا هو يجسد ذلك اسلوب التفكير الفلسفي اسلوب التفكير اللي ايه؟ الفلسفي دي الاسليب معانا وخلي بالك زي ما قلت لك كده انت هتلاحظ دايما انك لو زهنك حاضر بكل اجزاء المنهج هتساعدك وهتأكد لك المعلومة وهتأكد لك الاختيار لو انت ترددت شوية طيب يقول المثل الالماني يعني نوع من انواع كده تراث انساني الامثال الشعبي دي تراث انساني ممكن ينروح من حضارة لحضارة ونستخدمه في كل الحضارات وكل الشعوب يقلل الناس من قيمة ما لا يفهمونه الناس دايما تقلل من قيمة الشيء اللي مش فاهماه انا مش فاهمه ما عرفوش فبقى بالنسبة لي قد لا يقول له اي قيمة طيب يعكس المثل السابق شوف بقى رأس السؤال هي اخدنا فيين تعالوا نمشي معه واحدة واحدة يعكس المثل السابق احد عوامل الوقوع في خطأ التفكير وهي لما تقلل من قيمة الشيء انت مش فاهمه مش فاهمه ده معناه انك عندك تصرع في الحق ولا معناه ان عندك صعوبة في التعامل مع المشكلة دي ولا معناه تغليب العاطفة على العقر ولا معناه القابلة للاستهواء انت ما تعرفش مش فاهم الموضوع مش عارفه الموضوع اللي بتتكلم في ده انت مش عارفه فبالتالي بتقلل من قيمته بتستهون بيه يعني بتعتبره كده حاجة لايصا لها قيمة طب ده ايه معناها ببساطة ده معناه ان عندك صعوبة مشكلة لان صعوبة المشكلة بتيجي انت قدراتك العقلية مش فاهم انت مش مدرك للموضوع انت مش فاهم الموضوع يبقى عندك صعوبة في التعامل مع هذا الموضوع يبقى الاجابة الصحيحة هي صعوبة المشكلة يقلل الناس من قيمة ما لا يفهمونه مثل الماني يعكس صعوبة المشكلة بالنسبة للانسان ده اللي مش فاهمها عشان كده قلل من قيمتها نشوف سؤال تاني وفكرة مختلفة ونشوف سؤال بارد الانسان السوي عليه ان يتجنب الصراع والتصادم مع الغير على الانسان السوي انه يتجنب حالة الصراع والتصادم مع الغير لازم ده تعالوا نشوف كده رأس السؤال عايز يخدني فين العبارة عامة قوي واسعة قوي لكن يجي رأس السؤال يخصصها يجي رأس السؤال يقول لي أنا باستخدمها فين يجي رأس السؤال يقول لي ركز ذهنك معايا في حتة معينة طب نشوف كده رأس السؤال المكتوبة بالأزرق بتقول ايه يقول نستنتج من الموقف السابق ان عملية التفكير تحقق هتحقق ايه العبارة دي رايحة يعني ان اهمية التفكير هل نحقق القدرة على التحليل والنقد هل العبارة تعكس ان التفكير تحقق الانسان ما نفعل عملية للفرض هل يحقق المنفعة العامة لكل البشر ولا بيحقق الصحة النفسية للفرض ايوة هو دي الاجابة الصحيحة التفكير دايما بيقلل من الضغوط النفسية التفكير على عكس مثلا بعد الشعوب احنا بس مش عايزين نقول ان مثلا عندنا في ثقافتنا العامة او الشعبية يعني دايما نستخدم كلمة التفكير شوية بمراضة في ساعات للغم والهم والامراض كتير لكن شوف هنا لا بيقولك لا بالعكس انا عايز اقولك ان التفكير هيساعدك على انك تحقق صحتك النفسية فتتجنب الصراع تتجنب التصادم مع الغير مش هيعيش حياتك طول الوقت في حالة الصراع وتصادم مع الغير لكن هتعيش في حالة تكيف دائما تحاول تتكيف مع كل شيء مع البشر مع التكنولوجيا الحديثة مع العلم مع المواقف المتغيرة مع انت لازم تتكيف طول الوقت الانسان يتكيف طول ما عنده رغبات هو عايز حققها وطول ما فيه صعوبات في الواقع ما قده مش بديل تاني غير من يتكيف رغبة ارغب فيها وصعوبة في الواقع لازم اتكيف وحاول اتغلب عليها لكن حالة الصراع والتصادم لا فيه الصحة نفسية نشوف سؤال تاني ونروح لكلود برنار كلود برنار احد الاسماء الهامة جدا في تاريخ العلم وتاريخ فلسفة العلم على وجه الخصوص له كتاب مهم جدا فيه الطب التجريبي تعالوا نشوف كلود برنار بيتكلم عن ايه وعبارته راحت لفين بيقول الحوادث ليست شيئا في حد ذاتها خلي بالك الحادث هنا الواقع الملاحظة الحاجات اللي انت بتشوفها بعينك دي خلي بالك الحوادث ده مصطلح واسع جدا ممكن تكون ملاحظات اللي بشوفها بعيني ممكن تكون المواقف اللي بتعدى علي في حياتي ممكن تكون خبراتي طيب هو بقول لي الحوادث ليست شيئا في حد ذاتها فلا قيمة لها الا بالفكرة التي تربط بينها الفرض هو عايز اقول ايه انت حتشوف ملاحظات كتير جدا تعدى على عينيك فتيجي فكرة كده في عقلك تربط ما بينها وتخرج كده بفكرة ربطة بين الاجزاء دي كلها استنى اروح لرأس السؤال الاول وفهم انا بايح فيه يعبر القول السابق عن احد خصائص التفكير الانساني وهي ان التفكير الانساني من خصائصه تعبير لفظي رمزي ولا نشاط يعتمد على الاحساس ولا ادراك للقوانين العامة ولا يرتبط بالنشاط العملي خلي بالك بقى على طول انت قلت لي حوادث ملاحظات وقائع حوادث كده بشوف حاجة بربط ما بينها عقل بيربط ما بينها وبعدين يخرج بقانون عام فاشوف قطعة حديد قطعة نحاس قطعة فضة بيتمدد بالحرارة حوادث كل حادثة لوحدها ليس لها قيمة الا لما تيجي فكرة من ذهني فتقول كلهم معادن كلهم بيتمددوا بالحرارة فاخرج بقانون ان كل او جميع المعادن تتمدد بالحرارة هو ده اللي انا عاوز اقوله هو ده ببساطة اللي عايز اقوله قلت برنار عايز اقوله ان الحادثة وحدثة وحدثة حتة حديد حتة نحاس حتة فضة ليس لها اي قيمة الا لما يجي عقلك ويربط بين كل دول ويخرج بقانون عام بقانون عام طيب شفناك لوت برنار فترة تانية وسؤال تاني مختلف ونشوف مع بعض مع بداية كل عام تنتشر البرامج التي تتحدث عن توقعات العام عن طريق الابراج والعاب الورق ده بنشوفه كتير جدا يعني يقولك توقعات العام القادم انت تعيس انت سعيد انت هتجمال انت هتتجوز انت كتير بنشوف ده كتير طبعا منتشر جدا على مواقع التواصل الاجتماعي ونشوفه بعيننا وفيه ناس للأسف يعني للأسف بتصدق الكلام ده وتبني مواقفها وحياتها على الكلام ده طب تعالوا نشوف هو واخدني فين راس السؤال واخداني فين ولو ان كتير من طلابنا اكيد عارفوا هو واخدنا فين يجسد ذلك اسلوب التفكير الخرافي ولا العلمي ولا الديني ولا الابداعي ها اسلوب خرافي اسلوب خرافي ايوة طبعا لانه طبعا هنا بيعتمد على الابراج والعاب الورق والكوتشينة وحاجات كتير جدا اظن ولادنا ومجتمعنا يعرفها كتير وفيه ناس مش عايزين نقول يعني عددهم كتير في مجتمعنا للأسف بيصدقوا الكلام ده وده سر او سبب من اسباب انا مش عايزة اقول يعني تخلف لكن اغياب الوعي ما عندناش وعي لما بنلجأ للكلام ده لان البديل للأسلوب الخرافي دايما وحنا اتكلمنا ده اظن في حلقة الاساليب قلنا ان دايما الاسلوب الذي يقاوم الاسلوب الخرافي في التفكير هو الاسلوب العلمي اسلوب التفكير المنظم الذي يعتمد على ملاحظات وتجارب واختبار وبرهان وضقة الاختبار والتجربة من الاسلوب الخرافي طيب نشوف طبعا عايزين احنا قلنا طبعا نهاردة هنحاول بقدر الامكان نعدي على كل اجزاء ما نهاجنا بقدر الامكان بحيث ما نسيبش جزء ما نتعرضش ليه النهاردة ان شاء الله طبعا يعني ارجو ان نهاردة ان الحلقة بتاعتنا تكون غطت كل اجزاء ما نهاجنا وده اللي حنشوفه مع بعض لما نستكمل احنا دلوقتي يا دوبك بدأنا نخلص اجزاء كتير من اختبار نوفمبر اختبار نوفمبر شوية بياخد كان جزء تدريبي جزء تجريبي كان الغرض منه زي ما قلنا قبل كده انك تتعرف على شكل السؤال وده اللي حصل النهاردة استعرضنا مع بعض شوفنا اجاباته كتير من الطلاب كانت بتسأل عن بعض الاسئلة اللي فيه لان كان فيه خلاف بعض الاوقات على بعض اجاباته يمكن النهاردة في حلقتنا بدأنا به وانا اصررت على نبدأ به لسبب بس ان انا احسن مع طلابنا شكل الاجابة لان كان فيه كتير في امتحان دور نوفمبر بعض الناس كان عندها بعض يعني التردد ما بين الاجاباتين خلصنا ونبدأ نشوف النهاردة هنكمل بعد دور نوفمبر مجموعة من الاسئلة الجديدة واللي تقبلنا لها قبل كده لكن في محاولة يعني ان احنا نعدي على زهن حضرتك وعلى عين حضرتك النهاردة اكبر قدر ممكن من الاسئلة نشوف السؤال الجديد اخطأ الطبيب في علاج المريض لانه لم يسعى لمعرفة طبيعة واسباب المرض خلي بالك السؤال مختلف وفيه فكرة جديدة ايه ده الطبيب اخطأ في علاج المريض ليه ايه سبب خطأه قال لي لانه ما حاولش يعرف طبيعة واسباب المرض شو بقى رأس السؤال اقرأ كويس عشان فيه طلاب بتتسرع وترجع تقول لك انا ما اخدتش بالي خلي بالك فيه بعض العبارات كده في رأس السؤال لازم تقراها يعني يناقد يعارض يصوب يقاوم العبارات دي طلابنا بيعدوا عليها كده يعني هو بيقرأ السؤال يقرأ النص فوق روح نازل على طول للاختيارات لا نصحت ليك وقف لازم تقرأ السؤال كويس جدا لانه ساعة يقول لك يعارض يناقد يخالف ده مثلا بص بيقول ايه عشان تشوف الفكرة جديدة يمكن تصويب الخطأ الذي وقع فيه الطبيب من خلال انت واطلوب منك تقول لي انهي بديل من دول هيصحح الخطأ اللي وقع فيه الطبيب تعالوا نشوف هو الطبيب خطأ فين ما حاولش يعرف طبيعة واسباب المرض طيب هل معنى كده ان الطبيب ده ممكن نصوب له الخطأ ده فنقوله الدقة في استخدام اللغة استخدم اللغة بشكل دقيق فما تقعش في الخطأ ده واللي حنقاله لازم يكون عندك وفرة ودقة المعلومات واللي حنقوله خلي عندك تغليب العقل على العاطفة عشان ما تقعش في الخطأ ده ولا حنقوله تجنب الاستهواء استنى بقى السؤال برضو شوية لسه في حتة كده يعني الطبيب وقع في خطأ لانه ما حاولش يعرف اسباب المرض اه طب على طول يبقى انا اقوله ايه معرفش اسباب المرض معرفش طبيعة المرض يبقى ما عندوش معلومات او معلوماته مش دقيقة عن المريض وعن المرض وعن طبيعة المرض ده وعن اسبابه اه يبقى البديل الصح فين نشوف مع بعض بديل رقم اتنين وفرت وضقة المعلومات هو العامل او الاختيار الذي من الممكن ان يصوب الخطأ الذي وقع فيه الطبيب خلي بالك شوف احنا قلناها ازاي يبقى وفرت وضقة المعلومات خليك معاهو وفرت وضقة المعلومات هي الحاجة اللي ممكن تصوب الخطأ الذي وقع فيه الطبيب شوفت انا صوبت ازاي هو طالب منك ان تعدل الموقف ده ازاي لان الفلسفة مش مطلوب منك انك تحفظ المفروض منك انك تفهم وتستوعب وده اللي احنا كنا بنقوله في حلقاتنا دايما افهم طبق واتخذ موقف نقضي العوامل الوقوع في الخطأ انت كطالب لازم تبقى عارف اذا تطلب منك انك تصححها تصوبها تنقضها ترفضها تقدم البديل الصحيح لازم تكون ده حاضر في ذهنك اذا ما تعلمتش فلسفة بالاسلوب ده يبقى انا قاسف ما تحلمش فلسفة مش لازم بس مطلقي دائما لقصص وحكايات الفلسفة لازم شغل عقلك فانا جبتلك عوامل وقوع في خطأ التفكير لكن كمان لازم انت تتعلم ازاي تصوبها ازاي تعدلها ازاي بتعالجها ازاي تقومها ده اللي احنا شوفنا في السؤال الفات تشوف سؤال جديد وفكرة جديدة القول المقفور من قثر لغته قثر غلطه اقرأ كويس اللي لغته كتير كلامه كتير غلطه كتير خلنا نقوله بالعمل المصرية كده ماشي؟ اهو تاني اللي كلامه كتير هيغلط كتير تاني تاني قصرة الكلام هنا هتؤدل وقوعك في الخطأ طيب القول السابق يشير الى ضرورة مراعاة ايه؟ كأن العبارة دي بتقولك لو سمحت خلي بالك احذر جرس انزار لابد انك تراعي ايه؟ تاخد بالك من ايه؟ خلي بالك انا هنا خلي بالك هو بقولك مراعاة ايه؟ ما قالكش بتعكس ولا بتجسد ولا بتشير طيب تغليب العقل على العاطفة الدقة في استخدام اللغة استبعاد الرغبات الزيتية استقلالية الرأي والفكر طبعا الحد هقولك انت اخد بالك من البدائل البدائل مش عوامل الوقوع في الخطأ التفكير البدائل هي صبل وطرق ازاي تتغلب بيها على العوامل دي طب هو عايز بقى واحد من العوامل دي يعالج الموقف ده كتر الكلام بيجيب غلط يبقى انا عمل ايه؟ يبقى عندك دقة في استخدام اللغة نشوف البديل كده هو البديل رقم اتنين نشوف مع بعض الدقة في استخدام اللغة طب احنا انتقل سؤال تاني وفكرة تانية وموقف تاني وزي ما قلت لك كده الفلسفة قريبة من حياة الناس هنشوفها والطالب يلاحظها ونشوفه واقع ونساعده على ان يستخدمها كاسلوب في التفكير اسلوب في التعامل تعالوا نشوف موقف حياتي وانت هتقول لنا هو بيعبر عن ايه؟ محامي يناقش الشهود ويجيب عن اسئلة القضاء ويعرف الكثير من مواد القانون ويقدم الادلة على براءة المتهم نهر ابيان ده محامي جبار اوي طيب شو بقى بيستن يقول ايه؟ يدلل الموقف السابق على احد الحالات التي تصير النشاط العقلي للانسان على فكرة ده محامي بدرجة فيلسوف لانه طبعا عنده معلومات مواد قانون ادلة براهين يعني كأنه واقف يسوق كده ايه؟ دليل فلسفي على براءة المتهم طيب يدلل الموقف السابق على احد الحالات التي تصير النشاط العقلي للانسان وهي النظر في المستقبل تذكر الماضي إصارة مشكلة تنزيم الفكر الراجل المحامي ده لما اجي حاب اوصفه او اوصف فعله او اوصف ما يقوم بي هذا المحامي اقول ايه؟ بينظر في المستقبل لأ طبعا طب هل هو يتذكر الماضي؟ ما اشخدهش خبرات ومش هتساعده طب الموقفة فيش كده فيش تذكر لخبرات ماضية هل في إصارة مشكلة؟ إصارة هيعمل مشكلة يعني؟ يعملها يسرها مش حلاة ولا الراجل ده قدر اوصفه بانه شخص منظم الفكر تنظيم الفكر ايه بالضبط ليه؟ يمتلك معلومات قوانين وبيقدمها ويستخدمها عشان يدلل بيها على برقة المتهم بالضبط المحامي هنا منظم التفكير ده محامي بدرجة فعلة صوفة طب نشوف سؤال تاني وفكرة مختلفة ونروح لأديب ميخايل نعمة أحد الأدباء العرب في الوقت المعاصر أو في حياتنا المعاصر صحيح توفى والله لكن من الأقلام المهمة جدا في تاريخ الفلسفة الثقافة العربية والحضارة العربية المعاصر يشوف يقولي من كان يبصر من كان لا يبصر خلي بالك شوف أنا كنت هقعنا كم في خطأ هو اللغة من كان لا يبصر غير محاسنه ومساوء غيره فالضرير خيرا منه نمشي واحدة واحدة الضرير يعني الكفيف اللي ما بيشوفش فقولي اللي ما بيشوفش إلا مميزاته هو وعيوب غيره الكفيف أحسن منه أفضل منه الكفيف معزور الكفيف معزور لأنه كفيف لكن انت عندك عقل وعندك بصر ومش شايف غير مميزاتك وغايب يعني شايف مميزاتك انت وطول الوقت شايف مساوء غيرك عيوب غيرك طب تعالي شوف السؤال هيخدنا فيه بس طبرة السؤال شوية ممكن يحتمل أكتر من كذا مكان نشوف هو عايز يخدني فيه يعكس القول السابق أحد عوامل الوقوع في خطأ التفكير وهي خلي بالك بقى القابلين لاستهواء سرعة التصديق وأي كلام تقالي مش شايف الهيمنة والسيطرة الخضوع لأصحاب النفوذ أنا مش شايف التصرع في الحكم وإصدار أحكام دون أساس متين ودون مقدمات سليمة أنا مش شايفه برضه طيب هل هو التعصب والتطرف أقف واستنى هو ده البديل الصحيح هو ده البديل الصحيح ميخايل نعمة بيتكلم عن شخص متعصب متطرف في نظرته عنده استعلاء نظرة استعلائية كده دايما شايف محاسنه هو ودايما مش شايف محاسن الآخرين بالعكس ده شايف مساوئهم ده شخص لديه تعصب وتطرف خلي بالك بقى عكسه تماما لو أنتوا فاكرين معايا بسرعة جدا لما كنا بنقول مقولة الإمام الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ أنا رأي صواب بس جايز يحتمل خطأ ورأي غير خطأ من وجهة نظري لكنه يحتمل الصواب فبالتالي مفيش تعصب أنا رأي أضربي عندي أدلة عليه عندي براهين أضرى دافع عنه فعشان كده أرى صواب ولكن يحتمل خطأ ورأي غيري من وجهة نظري خطأ لأنه معرفش مبراته وأدلته من وجهة نظري لكن قد يكون صواب إذا عرض عليه الشخص ده أدلة وأقنعتني ده موقف مختلف تماما الشخص اللي بتكلم عنه الإمام الشافعي أو موقف اللي بتكلم عنه الإمام الشافعي عكس تماما ميخايل نعمة نشوف مع بعض سؤال تاني وفكرة تانية ونشوف فكرة مختلفة شواء من خلال النظر في عدة حالات مختلفة من النباتات أمكن التوصل إلى العوامل التي تساعد على نموه وحصرها في وجود تربة وماء وهواء وضوء خلي بالك أنا بصيت كده لاحظت مش أقول أنا مين طبعا شخص معين بيستخدم أسلوب معين من أسلوب التفكير في النبات وبدأت أقول أوصل وحصر أن العوامل بتساعد في النموه ونبات وجود تربة وجود ماء وجود هواء وجود ضوء تعالي نشوف رأس سؤال يقول إيه يطبق الموقف السابق خلي بالك بقى أحد أساليب التفكير وهو الأسلوب الديني ولا الإبداعي ولا العلمي ولا الخرافي خلي بالك أنا فاكر حد يقولي كده أنا فاكر في كتاب مدرسة كان فيه مثالين في الأسلوب العلمي هو أسلوب العلمي طبعا اتقل نفس الفكرة كانت نفس الفكرة قريبة يعني مؤنس ما أقدرش يعني فيه أمثلة كتير جدا بيقولك أن العلماء يقدروا يستخدموا الأسلوب ده في التعبير أو في حل مشكلتهم والإنسان العاجل طب ما درجوا العالم علم نبات نظر في النباتات نظر في إعداد نباتات قدر من خلال الأسلوب المنظم في التفكير أنه يوصل لعوامل نمو النبات ولذلك الأسلوب هو الأسلوب العلم نشوف سؤال تاني الأسألة النهاردة كتير منها بيدور حوالين يعني العوامل قوة خطأ التفكير توجيه محقق الشرطة الاتهام تجاه شخص معين دون التأكد من صحة وسلامة الأدلة الموجهة ضده وإنما لأنه سبق وقتهم في قضايا سابقة نصنى في الموقف السابق على أنه هيمنة وسيطرة عدم ضقة في استخدام اللغة قابلية للاستهواء تأني في إصدار الحكم خلي بالك محقق شرطة وجه الاتهام لشخص معين لمتهم لمجرد بس أنه سبق وقتهم قبل كده في اتهامات طب القضية الجديدة مجاز ممكن يكون ارتكب قضية قبل كده لكنه الجديدة دي لا القضية دي ما ارتكبهاش لا هنا المحقق هنا عنده وقع في خطأ في عامل من عوامل وقوة الخطأ في التفكير وهو القابلية لاستهواء سرعة التصديق بلا أدلة بلا برهيد صحيح أنت عندك أدلة على ارتكاب الجرائم سابقة لكن الموقف ده ما فيش دليل عشان كده عنده قابلية للاستهواء خلصت حلقتنا بسرعة جدا استعرضنا فيها مجموعة من الأسئلة عدينا على أجزاء كتيرة من المنهج لسه فيه أسئلة تانية مختلفة صياغات مختلفة وفيه أجزاء من المنهج هنتعرض لها تاني إن شاء الله لينا حلقة تانية حلقة مراجعة مع بعض نستعرض بيها الأسئلة دي الأفقار الجديدة والصياغ الجديدة اللي هتغطي باقي أجزاء منهجنا أو تعدي على نفس الأجزاء دي تاني لكن بصياغ مختلفة على وعد آخر بلقاء في حلقة قادمة تكون إضافة ليكم بمجموعة من الأسئلة المميزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا